نؤمن وندرك أن المعركة مع تنظيمات داعش الإرهابية لم تنتهي بعد وأن كانت قواتنا الأمنية البطلة قد حققت انتصارات كبيرة على هذا التنظيم وقسمت ظهره المعركة مع داعش مختلفة بكل الأبعاد وبكل القياسات وهي معركة لم تألفها جيوش العالم لأنه ليس جيش مقابل جيش هي عصابات وتنظيمات خيطية تمتلك فكرا إجراميا وعقائد لا تمت للإنسانية بسلة والعراق يقاتل نيابة عن العالم كله ضد هذه التنظيمات التي أريد لها أن يكون العراق مرتعا خصبا ولكن رغم سوء الطبقة السياسية وجشعها وفسادها وانحطاط تصرفاتها لكن كان هناك أبطال من القوات الأمنية العراقية بكل الصنوف وقفوا وقفة رجل واحد وقسموا ظهر الإرهاب وظلت خيوط هنا وهناك ولكن ما حصل بالإعظام وما حصل من التهريب للتالاف وخمسمائة إرهابي من سجن الحسكة في سوريا يستدعي التوقف لأنه اليوم لا يمكن أن ننتظر ما الذي يحصل غدا اليوم المبادرة والمبادرة يجب أن تكون بين بيد القيادات الأمنية وما حصل في الإعظام ومع التوصيف البطولي للقوات الأمنية وسأبقى أصر على هذا التوصيف مهما كانت النتائج لا بد من محاسبة المقصرين من كبار القيادات الأمنية لأنه هناك خطأ في التكتيك وفي السوق وفي التحسينات وهذا الذي يجب أن ينتبه إليه القادة الأمنيين بالداخلية وبالدفاع وقبلهم مكتب السيد القائد العام لأنه مثل هذه الخروقات لا يمكن أن تقبل ويجب أن يحاسب إذا لم يكن هناك حساب مثل ما مشيناها بسقوط الموصل الأولياد بعده يفتر قائد والقيادات النقلون منا لهنا ومثل ما راحت مالات سبايكر لن يلازم ما يرحل تعودنا على داعش تعودنا على داعش ومعنوياته وزرع الخوف في قلوب الناس والله العراق الواحد يتشمي القلب ولكن هكذا نفر ظل يحاول أن يستخدمها حتى يقول لك والله ترى لمواني هو إلى بطولات هو إلى صولات هو إلى جولات والجيش يكبر ما يصغر لا تستغلوا الأزمات السياسية التي بينكم لتضربوا حسن الناس ولتسيئوا إلى القوات الأمنية البطلة زين وذلك يتحاسب عليهم وحدة وحدة وجاي جاي الحساب جاي الحساب لكن مع هذا أؤكد سيد القائد العام ومكتب القائد العام ووزير الدفاع لا بد أن يكون هناك تحقيق عالي المستوى بالخروقات التي حصلت خصوصا الصور التي رأيناها التي رأيناها والله العظيم لا صلة لها بالجيش العراقي ولكن هناك من يقبض الثمن على أن يهين الجيش العراقي ويخسى من شاربة اللي يتجرى عليها لكن هناك قيادات بيها تماهل بيها استرخاء أقول لكل الجيوش الألكترونية وأصحاب القروبات وأصحاب البيانات مرة أخرى ومن جديد الذي يحاول أن ينتقص من كفاة وبطولة الجيش العراقي بحجدة والبيش مرقة ومكافعة الإرهاب والاستخبارات والاتحادية كل شيء بيه هذا وهم ومين عاد الزمن مرة أخرى حتى تريدوا أن تقولوا مثل ما كنا أو حصل معنا لأنكم كنتم جبناء في لحظتها وسلمتم الأرض والسلاح يتكرر السيناريو حتى تقولون واحد كل خسيتم الجيش العراقي أكبر وننتظروا من الأخوة بالقوات الأمنية أن يزفوا لنا بشرة نلطم هذا باش سسب على حي على أحلوكم واللي يتاجرون بالسياسة خليت تاجرون بعيدا عن القوات الأمنية بكل الصنوف جيشنا ونعرفها ولدنا ومربيهم بدينا نعرفهم ونعرف خياراتهم ونعرف من يحط يحط بندقيته ويعظ على أيديه مون تقاعد بجيوشة الكترونية يوحى إليك وتكتب خبال أرعن جبان لك هذا تاريخ بلد هاي دي مالي شهداء مو أنت وحزبك وكتلتك أو تيارك أو زعيمك همت عيونكم أيها الجبناء لواء حيارسون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر